اشتركوا في القناة بخالص الشكر والتقدير على توجيهاته السديدة التي أسهمت في زيادة التعاون البناء بين الحكومة الرشيدة ومجلس الشورى في مباشرة اختصاصاته الدستورية وتقدم معاليه إلى سمو ولي العهد حفظه الله بخالص الشكر والتقدير على ما يبذله من دعم ومساندة ومتابعة لأعمال المجلس وما يقدمه من جهود متواصلة في مجال التنمية الاقتصادية للمملكة وأكد معاليه أن المجالس التشرعية مهما أخلصت في تعاونها وارتقت في حوارها وقرارها وارتفعت في كفاءتها وأحكمت سياساتها لا يمكن أن تنقل الدول إلى عصرها وتنهض بها إلى حلمها ما لم يساندها شعب يتطلع إلى المضي قدما في مشاريعها الديمقراطية والإصلاحية وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالتعاون الكبير بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة ممثلة في سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب منوها بحضوره الدائم لجلسات المجلس وتعاونه المستمر في الاستجابة لكل طلبات المجلس الرامية لتسهيل عمله ترجمة نانسي قنقر